ماذا قال إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأما الحوادث الواقعة ما هو من أمر مستجد من شؤون الدين والدنيا في حياة المؤمنين وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم أرجع الشيعة إلى رواة الحديث إلى مجموعة من رواة الحديث والشيعة بإمكانه أن يأخذوا من أحده أن يأخذوا من جميعه أن يأخذوا بعض الشيء من هذا الراوي ويأخذوا شيئاً آخر من راوي آخر عملية الرفض والقبول عملية الخيار راجعة إلى الشيعة ولذا لم يرجعهم إلى شخص واحد مثل ما فعل في الغيبة الأولى أرجعهم إلى العمر لا بد على الشيعة أن يأخذوا من هذا تلك الغيبة الأولى لها أحكامها وشؤونها ومات العمر الأول وجاء العمر الثاني يجب على الشيعة أن يأخذوا من هذا فقط ولا يجوز لهم أن يأخذوا من غيره واستمر الحال إلى السفير الرابع ولكن بعد السفير الرابع لما وقعت الغيبة الثانية والتي جاء في بعض النصوص التعبير عنها بالغيبة التام لما وقعت الغيبة التام وقعت الغيبة الثانية فإن الإمامة أرجعنا إلى مجموع الروات ليس هناك من شخص بعينه بإمكاننا أن نأخذ من الجميع بإمكاننا أن نأخذ من البعض يمكننا أن نرجح شخصا واحدا منهم هذه قضية تعود إلى الحالة النفسية للمكلف إلى المعلومات التي يمتلكها إلى الجهة التي يثق بها في تشخيص هؤلاء الرواة هناك مجموعة من العناصر هناك مجموعة من الأمور لكن في النهاية فإن الإمام الحجة أرجع الشيعة إلى هؤلاء الرواة وتلاحظون لا وجود لذكر الأعلام الآية في سورة التوبة تحدثت عن طائفة تتفقه في الدين وبعد ذلك تعود إلى قومها كي تنذر قومها فما قالت الآية اختار الأعلام الأمر نفسه في رواية التقليد فأما من كان من الفقهاء فللعوامع يقلد ما قالت الرواية من أنه الأعلام وهذا هو التوقيع الشريف أيضا ولا يوجد في آية أو في رواية ذكر للأعلام هذه قضية وجوب التقليد على كل شيعي ومن أنه يجب تقليد الأعلام وهذا الأعلام لا ندري من الذي يعينه إنها أكاذيب من أن أهل الخبرة يعينونه كذب هذا في الكواليس هناك شيء آخر هناك اتفاقات مع حكومات مع تجار مع جهات سياسية مع جهات دينية هناك مصالح مافيات دينية القضية معقدة كل هذا وسيلة من وسائل التسلط على الشيعة ومن وسائل سرقة الخمس ترجمة نانسي قنقر